مجاز الأخبار من المحور أهلا بكم هنى الرئيس عبدالفتاح السيسي شعبة وحكومة جمهورية نيجيريا للتحدي على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية والتي تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية في دولة نيجيريا الشقيقة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي تقدم أيضا بالتهنئة لأخيه بولا أحمد تينوبو الرئيس المنتخب لجمهورية نيجيريا للتحدي متمنيا له التوفيق ولشعب نيجيريا الشقيقة دوام التقدم والازدهار ومتطلعا لمواصلة العمل المشترك بين البلدين بما يلبي تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة وتطلعات قاراتنا الإفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء نفت رئاسة مجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية مؤكدة الاهتمام والتفاعل المستمر مع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعية وأوضح مجلس الوزراء أن المنشورة المتداولة لم تتوافر أي بيانات بشأن صحتي حتى الآن حيث لم يتضمن ذكر أي بيانات تخص المصنع أو صاحبه أو ما هي تنتاجه مشيرا إلى أن هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها مزئول الوزراء المختلفة والجهات الرقابية وتمكنت الوحدة حتى الآن من حل ما يزيد على 80% من المشكلات التي وردت إليها أعلن وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير عن بدء التشغيل التجربية لكبر كفر الدوار العلوي بطريق القاهرة لاسكندرية الزراعية أمام حركة السيارات والمركبات بعد الانتهاء من تنفيذه وفقا لقياسات الجودة العالية بطول 625 مترا وعرض 24 مترا بواقع سلاس حارات مرورية لكل اتجاه بالإضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكبر العلوي بعرض 7 مترا بعدد حارتين لكل اتجاه يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريقة القاهرة الإسكندرية الزراعية بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه عدم داخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحرية أعلنت وزارة الصحة والسكان تطعيم 4 ملايين و434 ألفا و354 مواطنا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال حملة طرق الأبواب منذ انطلاقها في 29 من يناير وحتى الأول من مارس الجاري وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء وأضافت الوزارة في بيانها أن تلك الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات وضمان حصول كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس بقرعاته الأولى والثانية والتنشطية مشيرا لأن الحملة شملت محافظات المنوفية والمينيا وأسيوت وقنوة القليوبية حيث استمر عمل الحملة على مضار أربع سبيع في كل محافظة عقدت وزيرة البيئة الدكتور ياسمين فؤاد ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصار اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانسة مع أحد المستثمرين بمحميات الفيوم لبحث دعم أنشطة السياحة البيئية بمحميات الفيوم وذلك تنفيذ لتكلفات الرئيس الجمهورية لدعم الاستثمار البيئي بالمحميات الطبيعية واستمرارا لمشاوراتها مع كافة الجهات المعنية وأكدت وزيرة البيئة أهمية طرح أنشطة سياحية بيئية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحمية وتتيح تجربة سياحية بيئية مميزة وممتعة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية في نفس الوقت للاستمتاع بالطبيعة الخلابة للمحمية بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار البيئي بالمحميات أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأن أجهزة تنمية مدن العبور والشروق والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وحدائق العاصمة والسادات شنت حملات متنوعة لضبط وإزالة المخالفات والإشغالات والظواهر العسوائية بالتعاون مع الشرطة المختصة وذلك تنفيذا للتكلفات المستمرة بضرورة التصدي للمخالفات بالمدن الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الراضعة ضد المخالفين وأشدد وزير الإسكان على ضرورة استمرار العمل على ملف المخالفات حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة تماما مشيرا إلى أنه تم تشكيل الحملات الأمنية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين يستضيف فريق النادي الأهل في السادسة مساء اليوم باستاذ الأهل والسلام نظيره فريق القطن الكاميروني في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا ويسعى الأهل لتحقيق الفوز على القطن الكاميروني من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحديثة عشرة في تاريخه اشتركوا في القناة